ما الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رؤية حية بالمنزل؟ لماذا لحيات المنازل طرقا خاصة جدا في تعامل معها؟ ما هو رأي جمهور الفقهاء في هذا الكلام؟ وهل له قوانين تحكمه؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير رجينا من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات لقد ثبت في الحيات عدة أحاديث منها الأمر بقتلها مطلقا كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات الحديث ومنها ما يأمر بإنذارها والتحريج عليها ثلاث مرات وفي بعض الأحاديث ثلاثة أيام فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهوام من الجن فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان وقد روي عن البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر ودى الطفيتين فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء والطفيتان بضم الطاء الخطان الأبيضان على ظهر الحية والأبتر قصير الذنب وقال النضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات في البيوت حتى تنظر ثلاث مرات وفي الحديث أيضا إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوا فإنه كافر رواه مسلم وروا مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان وقد جاء في فتح الباري لابن حجر وعند مسلم من حديث أبي سعيد مرفوع إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه واختلف في المراد بالثلاث فقيل ثلاث مرات وقيل ثلاثة أيام وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل الحيات وهذا عام في جميع الحيات وفي أي مكان إلا أن الحية إذا كانت داخل البيت فإنها لا تقتل حتى تنذر ثلاثا وذلك لاحتمال أن تكون من الجن فانظهر بعد ذلك قتلت فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول تلو الحيات قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها رواه البخارية وروا أبو داود عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتل الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني وصححه الألبني في صحيح أبي داود وروا مسلم عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له فرأى وبيص جان فقال اتبعوا هذا الجان فاقتلوه قال أبو لبابة الأنصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأتر وذى الطفيتين فإنهم اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون نساء وروا مسلم عن أبي السائب قال دخلنا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فبينما نحن جلوس إذ سمعنا تحت سريره حركة فنظرنا فإذا حي وساق الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر ومنها ما أخرج أبو داود عن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منها شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدنا فاقتلهن وفي رواية أخرى إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح عليه السلام وبعهد سليمان بن داود عليهما السلام لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة الكبر وعذاب الكبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما مقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايائي كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشكاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والطقاء والعفاف والغنى اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اللهم آمين عزيز المشاهد اترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا